موسيقى نشرة الثالثة عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعنوين اليونسيف تؤكد ان اكثر من مائتين وسبعين الفا من اطفال بنغازي وطرابلس في حاجة للدعم النفسي والاجتماعي ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تدهر الوضع الصحي في ليبيا موسيقى صالح المخزوم يقدم قائمة المجلس الاعلى للدولة ممن اسماهم اعضاء المؤتمر الوطني الصحيحية العضوية ويؤكد انه سيتم استبدال الرافدين للالتحاق بالمجلس موسيقى حلف شمال الاطلسي يشدد على ضرورة دعم الحل السياسي في ليبيا ويعرب عن استعداده لدعم حكومة الوفاق ومساعدتها في بناء مؤسساتها الامنية موسيقى افاد تقرير لمنظمة الامم المتحدة للطفولة اليونسيف بان اكثر من مائتين وسبعين الفا من اطفال بنغازي وطرابلس في حاجة للدعم النفسي والاجتماعي واشرت اليونسيف الى ان العنف الجاري في البلاد اعاق وصول ما يقرب من مائة وخمسين الف طفل الى المدارس خاصة بعد تحويل بعضها لملاجئ للنازحين واوضحت منظمة الامم المتحدة للطفولة انه تم توفير مواد تعليمية وترفيهية ومساحات صديقة للطفل للمرة الاولى منذ عام 2011 لما يقرب من ستين الف طفل في ثمان وعشرين مدينة بمساهمة الاتحاد الاوروبي مشيرة الى انه تم تدريب مائة وعشرين متطوعا من مختلف المنظمات غير الحكومية المحلية في ليبيا وثلاثة وتسعين عضوا بالكشافة والمرشدات في مجال حقوق الطفل بغرض تقديم الدعم النفسي للاطفال لأول مرة منذ اندلاع الحرب في ليبيا عام 2011 الاف الاطفال يحصلون على فرصة ليكونوا اطفالا مرة اخرى وليتمتعوا بحقوقهم هذا ما جاء في مستهل تقرير منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونسيف بشأن وضع الاطفال في ليبيا تقرير المنظمة اشار الى ان ما يزيد عن مائتين وسبعين الف طفل في بنغازي وطرابلس بحاجة لدعم نفسي واجتماعي بسبب تعرضهم لاعمال عنف تتعلق بالنزاع المسلح الذي تشهده البلاد نزاع قالت المنظمة انه اثر بشكل مباشر على الاطفال كما اعاق وصول اكثر من مائة وخمسين الف طفل الى مدارسهم بسبب تحول بعض المدارس التي لم تستهدف الى ملاجئة يقيم فيها النازحون وقالت المنظمة انها عملت خلال الاسابيع الماضية مع شركاء محليين داخل البلاد لضمان ايصال مواد ترفيهية وتعليمية وتوفير مساحات صديقة للطفل في المناطق الاكثر تضررا من الحرب في ليبيا تقرير اليونسيف اشار ايضا الى توفير مواد لاكثر من ستين الف شخص في ثمان وعشرين مدينة بمساعدة من الاتحاد الاوروبي تضمنت اجهزة لوحية والعاب لتعليم الحروف والارقام كما قامت اليونسيف بتدريب مائة وعشرين متطوعا من مختلف المنظمات غير الحكومية المحلية وثلاثة وتسعين عضو من الكشافة والمرشدات في مجال حقوق الطفل وحل النزاعات والدعم النفسي والاجتماعي اكثر من مائتين وسبعين الف طفل في بنغازي وطرابلس بحاجة لدعم نفسي واجتماعي رقم قد يعكس صورة ما يحدث في البلاد من اقتتال واستخدام لاسلحة وصفت بالمحرمة دوليا وحرب كان ابرز متضرريها مدنيون يأملون اليوم في ايجاد حل عاجل يضع حدا لتوتر الاوضاع بالبلاد وللحديث اكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من تونس الممثل الخاص للمنظمة اليونسيف في ليبيا غسان خليل ذكرتم ان اكثر من مائتين وسبعين الفا من اطفال بنغازي وطرابلس في حاجة للدعم النفسي والاجتماعي على ما سنتتم في جمع هذه المعلومات سيد خليل نعم شكرا جزيلا اولا لالقاء الضوء على هذا التقرير الذي نشرناه وعلى الانشطة التي تقوم بها اليونسيف في ليبيا نحن اتكلنا في هذه الارقام وهذا التقرير على شركائنا المحليين الجمعيات الليبية التي نتعاون معها والتي وقعنا معها ايضا اتفاقيات تعاون كما ان منظمة اليونسيف وقعت حتى الان مع 18 بلدية في ليبيا اتفاقيات تعاون من اجل الاطفال وبالتالي كل منطقة في ليبيا او في اي دولة من العالم حيث يكون هناك نزاعات مسلحة يصبح الاطفال في وضع غير سليم لناحية الوضع النفسي والاجتماعي وبالتالي انشطة الدعم النفسي والاجتماعي تصبح ضرورة لكي يشعر الاطفال بان حياتهم شبه طبيعية كي لا نقول طبيعية ااملين دائما ان تنتهي النزاعات باسمع ما يمكن كي يعود الاطفال الى الحياة عفوا هل هيئت لم هل هيئتم او خططتم او وضعتم برنامج اعادة تهيئة الظروف النفسية للاطفال الموجودين في مناطق النزاع نعم نحن اولا من خلال يعني من ضمن التخطيط والتهيئة لهذا البرنامج بدأنا منذ شهر 9 2014 بتدريب جمعيات منظمات غير حكومية ليبية على الدعم على كيفية تطبيق برامج الدعم النفسي والاجتماعي وقد دربت منظمة اليونسوف اكثر من خمسين جمعية في هذا المجال ومن ثم بدأنا نوقع اتفاقيات مع هؤلاء الجمعيات الشركاء لتنفيذ هذه البرامج على الارض وحاليا التقرير الذي نشرتموه منذ قليل المشكورين ايضا هو تتم للوسائل والالعاب والوسائل التربوية التي تم توزيعها والتي ستستعمل في برامج التطبيق النفسي الاجتماعي من خلال الاشخاص الذين تدربوا على هذا البرامج نعم اشكرك عبر الهاتف من تونس الممثل الخاص لمنظمة اليونسوف في ليبيا غسان خليل حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور القطاع الصحي في ليبيا الذي ينبؤ بوقوع كارثة انسانية ان لم يتحرك المجتمع الدولي لتدارك الامر واشرت المنظمة الى ان مليون وتسعمائة الف مواطن في ليبيا يحتاجون الى الرعاية الصحية بشكل عاجل ودون تأخير التقرير التالي يرصد ابرز ما جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية قرابة مليون مريض يحتاجون الى علاج عاجل في ليبيا رقم قدمته منظمة الصحة العالمية في اخر تقرير لها مشيرة الى ان حيات هؤلاء المرضى صبحت في خطر بسبب الصراع الدائري في البلاد وحذرت المنظمة من انه في حال عدم وصول المساعدات الصحية على الفور فستكون هناك كارثة انسانية في ليبيا مؤكدة انه لم يعد بالامكان الانتظار للحصول على حل سياسي لتجاوز هذه المشاكل كما اوضحت منظمة الصحة العالمية انها بحاجة الى 50 مليون دولار سنة الجارية لتلبية الاحتياجات الصحية في ليبيا دعية المجتمع الدولي الى تكثيف جهوده لانقاذ حياة الاطفال والامهات وكبار السن باعتبارهم اكثر عرضة للخطر وشددت المنظمة على ان الوضع الصحي في ليبيا يتدهور بسرعة نظرا لاستمرار عمليات النزوح واغلاق المرافق الصحية في مناطق النزاع واجلاء اكثر من 80% من موظف القطاع الصحي سنة 2014 ممثل المنظمة في ليبيا قال ان المستشفيات والمختبرات وبنوك الدم لم تعد قدرة على العمل بسبب ما تواجهه من نقص في الادوية والمستلزمات الطبية خاصة بعد تدمير اغلب المرافق شرق البلاد وضع دفع وزارة الصحة بحكومة الازمة الى دعوة منظمة الصحة العالمية الى رفع مستوى الطوارئ الى الدرجة الثالثة والتي كانت المنظمة قد اعلنتها في دول العراق والسوريا واليمن وجنوب السودان والدول التي انتشر فيها وباء ايبولا وضع صحي مترد يضاف الى مجالات تعانهي الاخرى نتيجة الانقسام السياسي وتواصل تدهور الاوضاع الامنية والتي تدرج على قائمة اولويات حكومة الوفاق الوطني قدم رئيس فريق المؤتمر الوطني العام المواقع على اتفاق صخرات صالح المخزوم قائمة باسماء اعضاء المجلس الاعلى للدولة ممن اسماهم اعضاء المؤتمر الوطني صحيحية العضوية واوضح المخزوم لقناة ليبيا لكل الاحرار ان عدد الاعضاء صحيحية العضوية بالمؤتمر الوطني يبلغ 134 عضوا مشيرا الى ان القائمة النهائية لاعضاء المجلس الاعلى للدولة ستقدم يوم السبت القادم بعد مخاطبة المفوضية العليا للانتخابات بشأن عضوية 11 عضوا اخرين واضاف المخزوم انه سيتم السبدال الاعضاء الرافدين للالتحاق بالمجلس الاعلى للدولة مشيرا الى ان نصاب انعقاد الجلسة الاولى للمجلس سيحدد بناء على عدد الاعضاء الذين سيلتحقون بالجلسة وينضم الينا عبر الهاتف من الصنبول رئيس فريق المؤتمر الوطني العام الموقع على اتفاق الصغيرات صالح المخزوم سيد المخزوم حددتم قائمة لاعضاء المؤتمر الوطني صحيحية العضوية ما المقصود من هذه التسمية في القائمة نعم هذا تطبيق الاتفاق السياسي الان لا شك ان الازمة السياسية غريبة تحتاج الى سرعة في تنفيذ هذا الاتفاق وهو بدأ شكل المجلس رئاسة الوزراء والان مجلس النواب سينعقد لتطبيق المادة 16 ويلتحق به المقاطعين له وهو مجلس الدولة يطبق الحوار السياسي لان المادة تنص على ان رئاسة المؤتمر الوطني العام تقوم بنشر الاسماء الاعضاء الصحيحية العضوية 134 بحيث هم اعضاء مجلس الدولة وبعدها خلال الايام القادمة فيما يتعلق بالقائمة النهائية ستكون بعد استلام الأحداش عضو بعد مخاطبة مفوضية العليا الانتخابات لمعرفة الدوائر التي قد لا تمثل وهذا سنعلمه جيدا بعد عداد القائمة النهائية واذا رفض البعض الانضماء لمجلس الدولة سوف يستبدل وحينها ندرك ما هي الدوائر التي لم تمثل ويتم مخاطبة المقاوضية العليا للانتخابات بموافاتنا بالبدائل سيد المخزوم وعند انتهاء من جمع الأعضاء هل حددتم آلية لعقد جلستكم نعم كل شيء محدد في الاتفاق السياسي هذه مواد الآن تطبق هذه الآن الشرعية التوافقية التي لجأ إليها الليبيين بإخراج ليبيا من الأزمة من هذه الفوضى من الانقسام السياسي أصلح الآن ينفذ خطوة خطوة الآن أكبر الأعضاء سنا وفريق المؤتمر وطعام المقع الحوار سيرتبون لعقد الجلسة وستكون الأمور واضحة بالنسبة للجميع حتى المعاملات المالية أوقفت الآن بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي عن المؤتمر الوطني العام لأن الآن قد يحدث هذر أو تصرف المسؤول لأن الآن الأجتام أصبحت أجتام جديدة وفقا للاتفاق السياسي نعم طيب سيد المخزوم قلتم أنه سيتم السبدال الأعضاء الرافضين للالتحاق بمجلس الدولة إذا كنت تسمعني سيد المخزوم عذرا على المقاطعة بمن ستسبدلون الأعضاء الرافضين للالتحاق بمجلس الدولة هذه الأمور سيرتبها الفريق القانوني في مجلس الدولة مع المفوضية العليا للانتخابات بالنسبة لأحداش عضو الأمر واضح وهي الدوائر بالنسبة للعدد بالكامل عندما ينسح بمجموعة من مجلس الدولة بدأ أن يتم مخاطبة المفوضية بأحداش عضو فقط سيتم مخاطبتهم بالعدد الذي ينسح بمعنى أن لا بد أن يكون عدد مجلس الدولة 145 كما هو محدد في اتفاق السياسي هذا يعني أن الخطاب سيكون للمفوضية بالعدد الذي سيكون فارغا بمعنى المقاعد الفارغة سيتم استكمالها عن طريق المفوضية العليا للانتخابات عندما ترد علينا وبذلك يكون الخطوة التالية هي أننا ننتظر العدد الذي سيلتحق بمجلس الدولة ونبد أن يلتحق الجميع حقيقة أن أوناشد زملائي وشركانا في الوطن أن يدركوا خطورة الموقف وأن هذه فرصة لإنقاذ ما يمكن ما تبقى من ميبليا نعم طيب وماذا عن المؤتمر الوطني العام؟ كيف سيصبح مصيره بعد أول جلسة لأعضاء مجلس الدولة؟ سينتهي مجلس المنطمى الوطن العام ويصبح وصفه يتغير وصفه إلى المجلس الأعلى للدولة من أول جلسة يعقدها المجلس الأعلى للدولة يدعو إليها أكبر الأعضاء سنًا سينتهي استفادة المؤتمر الوطني العام وذلك بعد أجراء الإعلان والتعديل التستوري نعم أشكرك رئيس فريق المؤتمر الوطني العام الموقع على اتفاق صخرات صالح المخزوم كنت معنا عبر الهاتف من الصنبول أفد عضو مجلس النواب فهم التواتي بإطلاق صراح عضو البرلمان محمد الرعيد بعد اختطافه عقب حضوره جلسة لمجلس النواب بمدينة طبرق وأوضح التواتي لقناة ليبيا لكل الحرار أنه تم إبلاغ مجلس النواب بأن الرعيد موجود حاليا في منزل أحد أعيان مدينة طبرق وفي انتظار وصول وفد من المجلس ليتم تسليمه شدد أمين عام حلف شمال الأطلسي ينسى ستولتون بيرغ على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي في ليبيا وتشكيل حكومة وفاق وطني ووقف شامل لإطلاق النار وضف ستولتون بيرغ في مؤتمر صحفي خصص لعرض التقرير السنوي للنشطات الناتو أن حلف شمال الأطلسي يدعم الجهود المؤممية من أجل تسوية الأزمة في ليبيا رغم بعض النكسات على حد تعبيره وشرى مين عام حلف شمال الأطلسي أن الناتو مستعد لدعم حكومة الوفاق الوطني ومساعدتها في بناء المؤسسات الأمنية للدولة في حال طلبت الحكومة ذلك وفي حال تحسن الظروف على الأرض حسب قوله أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن التحالف الذي تقوده ضد ما يعرف بتنظيم الدولة سيجتمع الثلاثاء المقبل في روما لدراسة إمكانية التدخل ضد التنظيم في ليبيا وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الشركاء في التحالف الذي يضم دولا غربية وعربية سيراجعون التقدم الذي سجل حتى الآن في محاربة التنظيم ويسعون لتعزيز جهودهم لإضعافه وأشرت الخارجية الأمريكية إلى أن جون كيري سيتوجه بعد اجتماع روما إلى لندن لحضور مؤتمر الدول المانحة لمساعدة وإعادة أعمار ليبيا الذي تنظمه الأمم المتحدة وبريطانيا وألمانيا والنرويج والكويت ومعنا عبر سكايب من لندن الناشط السياسي مفتاح لملوم للحديث عن هذا الموضوع بداية سيد لملوم كيف سينعقد مجلس الدولة في ظل هذا الانقسام داخل المؤتمر الوطني السلام عليكم أنا كنت أود أن أسأل سيد صالح المغزوم مثل ما حصل مع البرلمان عندما وقعوا في الصخيرات وكان عدد الموقعين 92 عضو أو 93 عضو هذا لا منمنع أن تعقد جلسة في طبرق لإجراء التوقيع الرسمي على هذه الوثيقة نحن نعرف أن المؤتمر لم يوقع حتى الآن وأنما مقعوا في الصخيرات ثم لا يمثلون المؤتمر حسب ما المفهوم الذي جاء به كوبلر والآخرون على اعتبار أنه لم تكن هناك جلسة كاملة العضوية كاملة النصاب في المؤتمر الوطني لاتخاذ هذا القرار وموافقة على وثيقة الصخيرات فقول السيد صالح المغزوم أن المؤتمر سيتغير إلى مجلس الدولة بدون موافقة هذا المؤتمر على هذه الوثيقة ودون إعطاء هذا التأييد لها في اجتماع رسمي ويعد أنه يثير للجدل في حد كبير هناك من يسر على أن البرلمان لا بد أن يعقل جلسة ويوقع الوطيقة بخلال السوية العلنة بهذه الجلسة للكاملة العضوية أو كاملة النصاب بينما يتجاوز المؤتمر في هذا الإجراء نعم طيب سيد لملوم في موضوع آخر الناتو يشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي في ليبيا ويؤكد استعداده لدعم حكومة الوفاق في المقابل عدد من الدول تدرس إمكانية تدخل العسكري كيف تقرأ ذلك سيد لملوم؟ وليس غريباً يعني أنا مثل ما أعرف بالإغطاء لأن هناك قوات الآن في مالطا وهذه القوات هي طائرات وأتقومها التي ستدعينها إلى جانب العملية للجلسية الأرضية واللجلسية الأخرى سواء كانت تزود بالوظوظ للجوء أو غيره المثل عندما يقول البعض أن هناك تدخل عسكري في ليبيا نعم هناك تدخل عسكري قادم ولكن هذا التدخل العسكري لن يكون أكثر من أعمال تتعلق بالطيران وأن على الأرض ربما تكون هناك قوات قليلة ومسيطة ولكنها تعمل تحت رقابة الليبيين ومع الليبيين هي قوات استشارية لأكثر ولا أقل أما تدخل عسكري على الأرض الليبنية ليس هناك دولة سواء كانت أمريكا أو بريطانيا أو إيطاليا أو غيرها من الدول على استعداد أن ترسل بجنودها إلى ليبيا نعم أشكرك أن نشط السياسي مفتاح للموم كنت معنا عبر سكايب من لندن وعذراً على هذه المقاطعة نشرتنا مشاهدين متواصلة وفيها بعد الفاصل شباب يتواصلون مع أمهاتهم عبر الهاتف لإخبارهم بمدى حبهم لهن ويسجلون ردود أفعال الأمهات في إطار حملة حبك يا ماما اليونسفيو تؤكد أن أكثر من 270 ألفاً من أطفال بنغازي وطرابلس في حاجة للدعم النفسي والاجتماعي ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تدهور الوضع الصحي في ليبيا صالح المخزوم يقدم قائمة المجلس الأعلى للدولة ممن أسماها أعضاء المؤتمر الوطني صحيحي العضوية ويؤكد أنه سيتم استبدال الرافدين للالتحاق بالمجلس حلف شمال الأطلسي يشدد على ضرورة دعم الحل السياسي في ليبيا ويعرب عن استعداده لدعم حكومة الوفاق ومساعدتها في بناء مؤسساتها الأمنية أشارت منظمة الهجرة الدولية إلى أن أكثر من 55 ألف مهاجر غير نظمي عبروا المتوسط باتجاه أوروبا خلال شهر يناير الجاري منهم 3400 وصلوا إلى إيطاليا عبر ليبيا وقالت المنظمة في آخر تقرير لها أن عدد الذين لقوا حتفهم أثناء عبورهم المتوسط بلغ 244 شخصا منهم 26 غرقوا قبالة السواحل الليبية وأوضحت منظمة الهجرة الدولية أن عدد المهاجرين الذين لقوا مصرعهم يفوق عدد الذين توفهوا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي ولتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الباحث في الهجرة غير نظامية أحمد سعدون سيد سعدون كيف تقرأ الأرقام التي حددها تقرير منظمة الهجرة الدولية بشأن المهاجرين غير نظاميين مساء الخير وشكرا لكم على الاستباقات من دون شيء طبعا هذا ما أتغرب هذا استقرير لأنه حقيقة عندما يكون الوقع الأمني غير مستقر في أي بلد في العالم وخاصة ليبيا والإراق والسوريا يكون هناك انتلات أمني وعدم ومن ثم حقيقي إلى ما يتم عبر الهدوة البرية والباحرية وحتى الجوية لذلك حقيقة أن يكون ومن ثم تنشر المعطيات التولية في ما يتم عبر التحريب ومعطيات نعم أشكرك الباحث في الهجرة غير نظامية كنت معنا عبر الهاتف من لندن ونعتذر على ردائة الصوت مشاهدنا قال الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة زوار حافظ معمر أن السلطات التونسية أبلغتهم بتخفيض ساعات إغلاق معبر راسجدير ليصبح من منتصف الليل حتى السادسة صباحا وأشار معمر لقناة ليبيا لكل الحرار إلى أن حركة المعبر تشهد الزحاما بسبب حلول عطلة نصف السنة الدراسية موضحا أن ما يقارب الألف سيارة تمر يوميا عبر المعبر في سياق متصل نفى الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة زوارة ما تم تداوله حول إغلاق المعبر من الجانب التونسي صباح اليوم بسبب تبادل لإطلاق نار في الأراضي الليبية بين مجموعات مسلحة موضحا أن سبب إطلاق النار كان على خلفية عملية قبض على أحد الأشخاص من قبل عناصر مكافحة الجريمة تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعدد من الشباب والشابات وهم يتواصلون مع أمهاتهم عبر الهاتف لإخبارهن بمدى حبهم لهن الحملة التي كان شعارها نحبك يا ماما هي فكرة مقتبسة من برنامج مرئي مشهور ووثقها هؤلاء الأبناء عبر تصويرهم لردة فعل أمهاتهم والتي اختلفت بين الفرح والاستغراب أمي أمي أه شنجو أه شنجو بها يسمعي نحبك نحبك ماما كيف حالك أنا أكلمتك باش نقولك نحبك باش عالسلام أه يمي أه نحبك بها إيه أهزاني أولادي أيوة أمي أسمع أنا نحبك شرعي أنا نحبك أولا نحبك أهزاني أهي أصلا أصلا كيف معك يا ابناء إن شاء الله نهاية النشرة هذا تذكير بالعنوين اليونسف تؤكد أن أكثر من 270 ألفا من أطفال بنغازي وطرابلس في حاجة للدعم النفسي والاجتماعي ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تدهور الوضع الصحي في ليبيا صالح المخزوم يقدم قائمة المجلس الأعلى للدولة ممن أسماهم أعضاء المؤتمر الوطني صحيحي العضوية ويؤكد أنه سيتم استبدال الرافضين للالتحاق بالمجلس حلف شمال الأطلسي يشدد على ضرورة دعم الحل السياسي في ليبيا ويعرف عن استعداده لدعم حكومة الوفاق ومساعدتها في بناء مؤسساتها الأمنية ختام النشرة في أمان الله اشتركوا في القناة